كل هذه الأمور تتداخل فيما بينها وتتجلى في المعنى الذي أشارت إليه الفقرة الثالثة وأسيرة بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب والمقارة هنا في الذكر بين السيرتين الإمام يريد أن يشير إلى قضيتين القضية الأولى هي وحدة السير بين الاثنين سيرة جده وأبيه سيرة واحدة وهو يشير إلى أن سيرة جده وسيرة أبيه هي الإصلاح وهي الأمر بالمعروف وهي النهي عن المنكر فما جاء في معنى الإصلاح وما جاء في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجلى بالجملة وبالتفصيل في سيرة جده وأبيه وهي سيرة واحدة وهو في نفس الوقت يعرض بسيرة غيرهما إلى نفس المعنى الذي رفضه سيد الأوصياء في قضية شورى عمر لما اشترطوا عليه أن يسير بسيرة الشيخين وربما كلكم أو أكثركم يعرف ذلك سيد الشهداء هنا حين يشير إلى سيرة جده وأبيه فهو يشير إلى المقطع النوري في تأريخهما والمقاطع الزمانية الأخرى هي المقاطع المظلمة فهو يطلب الإصلاح يطلب المعروف ينأى عن المنكر كل ذلك يلخص في سيرة جده وأبيه وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب كل هذا يقودنا إلى عدة مطالب لا بد أن أشير إليها وقبل أن أشير إلى هذه المطالب حين تحدثت عن المعروف وأنه ولاية علي والمنكر وهو المعنى المضاد لولاية علي إنني لا أنفي المعاني الفرعية للمعروف وللمنكر لكن الحديث لا بد أن يبدأ من الأهم القواعد العقلية والقواعد الفطرية تقتضي أن نبتدأ بالأهم ثم ننتقل إلى المهم الأهم المعنى الأول المعنى الجوهر للمعروف ولا يتعليا ما بقي من مصاديق للمعروف فإنها تأتي بالتبع ما نقرأه في زيارات سيد الشهداء وأشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة إلى آخر ما في زياراته من مثل هذه المعاني والتي هي في معناها الحقيق أيضا تعود إلى ولاية علي ولكن حتى لو أردنا أن نأخذها على ظاهر ألفاظها فهي فروع ومصاديق لذلك الأصل الثابت ولذلك الجوهر الكل ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه أشرت إلى هذا حتى أرفع اللبس إن كان هناك من لبس في فهم ما أردته من معنى المعروف والمنكر ترجمة نانسي قنقر